تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في الآية الكريمة يقول استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ما المقصود بالصبر هنا ولماذا قدم الصبر على الصلاة استعينوا بالصبر الصبر حبس النفس والصبر في الأصل الحبس والمراد به حبس النفس عن الجزع تسخط عند المصيبة وأيضا الصبر على مشقة الطاعة والعمل الصالح فيصبر وقدم الصبر على الصلاة لأن الصبر يعين على الصلاة استعينوا بالصبر لأنه يعين على الصلاة لأن العبادة والصلاة وغيرها فيها مشقة على النفوس فلابد من صبر يسبق ذلك صبر قبل العمل وصبر أثناء العمل وصبر بعد العمل هنا